نظرة فوقية لا تخلو من عنصرية واضحة مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل يقول إن أوروبا كمثل حديقة رائعة إلا أنها بحسب وصفه محاطة بالأدغال والغابات التي تمثل خطرا عليها أوروبا حديقة نحن بنين هذه الحديقة كل شيء فيها يعمل فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية ولا فاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي التي تمكنت البشرية من بنائها هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة أما بقية العالم كما تعرفون جيدا فليس بحديقة إن معظم بقية العالم غاب والغابة قد تغزو الحديقة بعيدا عن مفهوم الغابة التي استخدمه بوريل بما يحمله من دلالات على البدائية والهمجية والتوحش فإن المسؤول الأوروبي رفيع المستوى حذر الأوروبيين من غزو تلك الغابة لحديقتهم ناصحا إياهم بالذهاب إلى الغابة قبل أن تأتي هي إليهم نصيحة رآها كثيرون دعوة غير مباشرة إلى عودة سياسات التوسع والاحتلال الأوروبية في أنحاء العالم تصريحات بوريل بوصفه ممثلا للسياسة الخارجية الأوروبية تجاهلت حقيقة أن تلك الحديقة التي تغنى بها قد بنيت منها بخيرات ما وصفها بالأدغال فالتاريخ يشهد كيف نهبت خيرات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية طوال مئات السنين لتحقيق الأطماع الأوروبية في بسط النفوذ والسيطرة بل إن المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج تقف شاهدة على همجية الاحتلال الأوروبي وجرائمه التي خلفت ملايين الضحايا ولعل ما صرح به الصحفي البلجيكي ميشيل كولون يحمل الرد الشافي على تصريحات بوريل إذ قال كولون إنه على مدى خمسة قرون قامت الدول الأوروبية بنهب ثروات العالم الثالث وإن الحضارة الغربية هي حضارة لصوص وقد صارت تلك الدول ثرية على حساب دماء الآخرين ومقدراتهم في المحصلة فإن جوزيب بوريل بتصريحاته كشف عن عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها الغرب تلك الأزمة التي يبدو أنها ستؤسس لصراعات جديدة يشهدها العالم ربما على المدى القريب